المساء الخير ارتفعت اليوم درجات الحرارة بسبب الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة تقريبا في العاصمة عمان لمستت 32 درجة مئوية في البحر الميت على سبيل المثال تجاوزت 40 درجة مئوية الآن في العاصمة عمان تواجد لسحب إن كان متوسطة أو عالية الارتفاع هذا السبب لأن تكون الأجواء غالبا غائمة درجة الحرارة ما تزال مرتفعة نوعا ما هي 27 درجة مئوية والملموسة كذلك الرطوبة تقريبا 15% سرعة الرياح قد تصل هذه الليلة إلى 10 كم في الساعة هذه الليلة من المتوقع أن تبقى الأجواء عموما دافئة أيضا تستمر في سماء المملكة بعض السحب إن كان متوسطة أو عالية الارتفاع في العاصمة عمان هذه الليلة تتراجع درجات الحرارة لتستقر حول 23 درجة مئوية واضح بأن هذه الليلة الأجواء دافئة مقارنة بالليالي السابقة غدا الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق رغم ظهور بعض لكميات السحب إن كان متوسطة أو عالية أجواء أكثر حرارة في العقبة وأيضا البحر الميت وعموم مناطق الأغوار ما تزال رياح تنشط على فترات قد تثير الغبار والأتربة في المناطق السحراوية في العاصمة عمان من المتوقع أن تصل إلى 32 درجة مئوية أيضا هي أعلى من المعدلات السنوية من 5 درجات إلى 6 درجات مئوية الآن نستعرض بشكل سريع درجات الحرارة إن كان الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم الغد رأس مونيف 28 إربط 32 المفرق 34 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا هناك عجلون 31 جرش 33 الزرقاء من 24 إلى 34 درجة مئوية صويلح 28 الصلط 31 في الفحص ترتفع إلى 32 درجة شرق عمان 32 غرب العاصمة 30 في دير علة ترتفع إلى 39 درجة 41 درجة مئوية في منطقة البحر الميت مادبة 32 الكرك 31 أجواء حارة في وادي الموجب الطفيلة ترتفع إلى 29 درجة مئوية غور الصافي ترتفع إلى 38 نلحظ صحب متوسطة أو علة ارتفاع في أغلب المناطق معان 32 العقبة 29 الدنيا غدا ترتفع إلى 38 درجة مئوية 37 في الأزرق والليلة أيضا 23 أجواء دافئة هناك الصفاوي ترتفع إلى 35 درجة مئوية وأجواء حارة الرويشد أخيرا 35 درجة مئوية حالة الطقس خلال الأيام القادمة إذن غدا تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية تراجع واضح وملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء هناك فرصة لأن تشهد سماء المملكة تساقط لزخات محلية محدودة من الأمطار ولكن حالة من عدم استقرار الجوي من المتوقع أن نعيش هيوم الأربعاء فبالتالي تتجدد فرصة تساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق فقط بقي أن أذكر بأن ليلة الأربعاء على الخميس قد تتحول هذه الزخات لتصبح زخات رعدية من الأمطار بسبب حالة من عدم استقرار جوي نشكر لكم دائما حسن المتابعة إلى اللقاء